اوديو جنب اوديو جنب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الله شاء الله تكونوا لباس اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين الكثير من المربين يتسألوا في هذا الوقت بالتحديد اللي رأنا فيه يعني في فصل الصيف يعني هل انتهى موسم الانتاج ولا مزع وعلى هذه انا يدرت الفيديو تاع اليوم رح نتكلم لكم فيه على وقته يبدأ موسم الانتاج والتزاوج ووقته ينتهي وش هي العلامات اللي تدل على انه انتهى وش هي العوامل اللي تأثر فيه يعني تقريبا كل الطيور الموسم التزاوج الانتاج انتح ما رح يبدأ في فصل الربيع بفضل العاملين اساسيين واللي هما الاضاءة والحرارة يعني في فصل الربيع لابنا بالحرارة تكون معتدلة يعني بعد ما كانت في الشتاء البرد بزاف رح يبدأ يدفى شوية الحال هذا هو الفصل المناسب تحت زوج الطيور والاضاءة كذلك رح يبدأ يطوال النهار رح تزيد الاضاءة بالنسبة للطيور ثاني وهذا عامل يخليها انها تحب تنتج وتبدأ في الجهوزية اكيد مع توفير الدوش والاكل الصحي والمتوازن وخلطات التجهيز وكلش الطيور انتعنا رح يبدأ يجهزوا رح يبدأ يبنيوا في الاعشاش انتحهم وينجوا باذن الله بالنسبة لهذا الناس اللي طيور انتحهم انجوا في فصل الربيع تقريبا الانتاج انتحهم رح تكون الفترة شوية طويلة رح يوصلوا تقريبا للصيف بها يخلصوا تقريبا اربع اعشاش اللي منصوح بهم انهم طيور انتعنا ينجوه لخطر له كان زيد فوق اربع اعشاش او طيور انتعنا بالاخص يعني الانثة رح تتعب بزيف رح يصيب ارهاق كينين حتى اللي يوصلوا للموت يعني كيوصل اربع اعشاش نحبسوا التزوج طيور انتعنا ونحاولوا نخليهم يرتاحون ونوجدوهم للموسم القادم كي الناس اخرين يوفروا هذه الظروف اللي حكيتكم عليهم يعني الاذاء والحرارة يوفرواها لهم في فصل الشتاء يعني رح يحطوا لهم مصدر طيور انتحهم اول حاجة رح يخلوا لهم شوية الجدافي يجيهم كل فصل الربيع رح يزيدو لهم شوية ايضاء ما يخليوها طبيعية رح يزيدوها لهم يزيدو لهم ايضاء اصطناعية يعني في الاذاء الطبيعية يخليوا طيور انتعنا ينضوا على الاشيعة على الشمس ويرقدو على الغرب انتحها لكن فبالنسبة الناس اللي ينجوا في فصل الشتاء كيرقدو طيور انتعنا تقريبا مع غرب شمس هما يشعلو لهم الاذاء الاصطناعية يزيدو كملو لهم هذو كسواعي يحسوا طيور انتعنا بالالباللي رح يكون في فصل الربيع واكيد الحين سننجوا بالنسبة للطيور اللو ننجوا بهم في فصل الاشتاء سننبكروا لهم بالانتاج رح يوصل الانتاج الامتاج مساعدة لفصل الصيف وهم مهم شو الات كينين الناس لا يخافوه طولوا ينجوا وكينين اللي يقبوا لهم الفترات الانتاج يعني تقريبا من الأول الصيف صابت يخلصوا لهم يخلصوا تقريب الربع عشاش لكن يكفروا ويقفوهم الخامس هذا يعودوا متهليين في الطيور وانتحهم يعني ارى هم كما نقول احنا بكامل القوان والصحة تحهم ممليحة يقدروا يعني يزيدوا تقريبا عش خامس بالصحي فوق هكذا ادركوا نقولكم كيف تعرفوا بالطيور انتها الموسم تتزوج والانتاج انتحهم مو ولا مزال اكيد اول حاجة هدرت لكم عليها قبل انكم وصلت وربع اعشاش يعني درت لونتيا اربع اعشاش الانثى هذي انجت ربع اعشاش حبس لها صاي لكان كثرة تقول لكم والصحة تح تكون من اللي حزيدوا لها العش الخامس يعني الانتاج انتح حاول تطرقها على الذكر حطهم في بلاسة الذكر واحده والانثى انا يا هذو الانثى والذكر انتاعي اراني لك انا متابعين القناة انتاعي متابعين فيديو واسي اللي قدم ارى الانثى هذي صاي خلصت لي اربع اعشاش يعني ما انجت ليش على خطر كان عندها النقطة السوداء على غالب راني منعت ذكر واحد اللي هو بيوض وتقريبا اطيور انتحارة ما يموتو لها في الايام الاولى بعد الخمسة الاولين انا الانثى هذي راني فرقتها على الذكر تقريبا شهر كاملوهما في الاقفاص كل واحد في قفصو ومن بعد وليد قلت صايوص الموسم يعني ما طعهوا ليش في غيار الريش اطلقتهم مع الريشات حطيتهم في السلاكة قلت يعيشوها كاكبرك من بعد اللحظت بلي الانثى راي ما زالت تكوب لي مع الذكر وراي ما زالت تجد لي العش هذا راي قاعدة تخدم لبشع لها صحة انتحها مليحة وكل مليح راي تبني في العش ويعني كل امورها مليحة برب ان شاء الله راح نخليها تكمل لي هذا العش برب ان شاء الله لو كان لقيتها ما زالت واجدة وما زالت حابة تبني لازمني نعزلها هي على الذكارة من بعدها بما تسمعش خلاص الذكار يغرد وما تزيدش تتحفز بها تزيد الانتاج لانو راح تتضار بزاف وممكن حتى الموسم الجاي يكون الانتاج انتحها ضعيف بزاف حاجة الاخرى اللي تبيني لكم انتهى موسم التزوج واللي هو غيار الريش يعني سقوط طيور انتعنا في مرحلة القلش يعني تعرفوا طيور انتعك سقطوا ودخلوا في مرحلة تغيير الريش تجد الريش تجد الريش انتحهم يتسقط في كل بلاسة تجد الطيور انتع كرم شوية تجدهم ساكن شوية تعبانين الذكر تجده انقص التغريد انتعوا ومن بعدها يروح خلاص كما راكم تشوفوا هذه الانثة تعيري ولدت لي ثلاث بيضات مع لباليش كفهرت حتملي يعني تقريبا عندها شهر ونص والله كثر تقريبا شهرين راي ما باضت ليش وذركا راي باضت راني مخليتها بربي ان شاء الله هنزيد نكملي لها وقلت لكم العش هذا وبربي ان شاء الله نحبس لها على خاطر سايري استنفذ كل التقن تحهم الاهم ان نخلي الطيور انتعنا نعرفوهم يعني ان انتهى موسم تزوج انتحهم ان ما نستهلكوش تقن تحهم اكثر من اللازم الطيور هذو رام اهمانة عندنا وليزم نصحفظ بهم لازم نخمو على الصحة انتحهم ما نشوفوش غير للانتاج وما نشوفوش غير الارباح كان هذا هو الفيديو تحنات عنه اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني واكتهي بدا موسم اتتا واكتهي ينتهي اللي هنا نكون وصلت النهاية انتعو وصلت الحكمة على اليوم كما كل يوم اللي تقول يقول ابن القيم رحمه الله من مغرب يوم الخميس الى مغرب يوم الجمعة كل ثانية فيها خزائن من الحسنات فاكثروا من الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لبا لكاته اه فسا اسمه واصفورا طهولي اه او عندها ان نحن عندنا اه 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 اه